باتت السلطات اللبنانية مطالبة بإلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعدما أدرجت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حسن حبيب مرعي المناصر لحزب الله كما وصفه القرار على لايحة المتهمين باغتيال الحريري ورفاقه بالتعاون مع المتهمين الأربعة الحكومة اللبنانية أبلغت المحكمة أنها لم تعثر على مرعي ولكن الجهود في هذا السياق ستستمر وقد أسندت إلى المتهم حسن حبيب مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي وقد نسق فيها مع المتهمين الأربعة وفي التفاصيل أن مرعي كان يتولى تنسيق المهمات مع سليم عياش من خلال الاتصال بالأخير على هواتفه الشخصية وكان كل من صبرة وعنيسي على تواصل دائم مع حسن مرعي طوال فترة عملهما على استدراج أبو عدس وتصوير الفيلم الذي تبنى فيه زورا مسؤولية عملية الاغتيال وقد تمكنوا من ذلك كما بقي على تواصل مع مرعي بعد الاعتداء للعمل والتأكد من إيصال شريط أبو عدس إلى مكتب قناة الجزيرة في بيروت والتأكد من بثه كما خلال الاتصالات بمكتب وكالة رويترز في العاصمة اللبنانية إلى ذلك برز في القرار أن بدر الدين استعمل الشبكة الخضراء للاتصالات لرصد الأعداد لعملية الإعلان عن المسؤولية زورا وتنسيقها مع مرعي أما مرعي فهو قائد المجموعة التي استخدمت شبكة الهواتف الأرجوانية والتي كانت مهمتها تنحصر في الشق المتعلق بأحمد أبو عدس وفيلمه الشهير وبحسب القرار ولد مرعي في 12 كانون الأول عام 65 هو أبن حبيب مرعي ولطيف عباس أقام في برج البراجني في قضاء بعبدة رقم السجل 1126 زاء لبلاط وبحسب معلومات صحفية فإن مرعي ذهب إلى الحج والعمر بعد حرب تموز 2006 حيث أوقفته السلطات السعودية ثم أفرجت عنه في العام نفسه من دون أن يعرف أحد السبب